اكدت معالي الشيخة هيى بن تراشد آل خليفة رئيس مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الرئيس الأسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة على ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خصوصا العاملات في المجال الدبلوماسي مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله وجهد سموها في تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المحافل جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان العلاقة بين الدبلوماسية والتنمية السياسية تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية والذي خصص هذا العام للمرأة في المجال الدبلوماسي وأكدت معالي شيخهاية بن تراشد خلال الندوة على الترابط الكبير بين التنمية السياسية والعمل الدبلوماسي من حيث استخدام الأدوات والآليات للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى سواء على الصعيد الثنائي أو ضمن المنظمات الدولية من أجل تحقيق المصالح المشتركة وأشارت معاليها إلى أهمية التركيز على الإرادة والعلم من أجل تحقيق النجاح والتأثير في المجتمع منوهة إلى التحديات التي كانت تواجهها المرأة سابقا كما تطرقت إلى الأدوار التي كانت تقوم بها المرأة البحرينية من أجل الأسرة والمجتمع لافتة إلى أن التعليم النظامي المبكر في البحرين ساهم في نهضة المرأة وتهيئتها لتكون شريكا للرجل